طيب كتير حيسألوني عن حسام عشور حسام عشور في حالة صدمة وإحنا دايماً هتلاقي البداية عندنا أول حاجة هتلاقي الناس يقول لك أحسن يستاهل بعد شوية بيبدأوا لك بس الحرام التاريخ الاسم من ينكر تاريخ حسام عشور مع النادي الآلي هو جاحد من ينكر عطاء حسام عشور مع النادي الآلي هو جاحد كلام ده بقوله على الملأ وعلناً أمام الجميع يعني تغضب منه تزعل منه تعقبه تستغنى عنه ده قرار الإدارة وهي حرة تماماً وهي ترى الصالح العام وتتخذ هذه القرارات بما فيه صالح النادي ولا حد يقدر يتكلم لكن لما هتجي تقيم تاريخ يظل حسام عشور هو الكابتن الأهم في تاريخ النادي الآلي يعني أنا عشت سنوات كابتن للنادي الآلي وغيري 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 لكنه حسام عشور بعدد المباريات بعدد البطولات حالات التتويج بسم الله ما شاء الله تاريخ كبير جداً يعني حسام مش في شطارة شريف إكرامي مثلاً هو بيتكلم وبيعرف يشرح قضيته أو أحسام مش من هوات السوشيال ميديا ولا أنه نطلع ولا أنه نقدر تكلم ولا أنه نقدر يعمل فيديو أو جانبه الصواب ده بالتأكيد ما عرفش يعبر عن وجهة نظره للصمت كان أفضل تماماً في هذه الأزمة لكنه ما حدث حدث وبالتالي كان النادي الأهلي بعد أن قدر حسام عشور وأعلم أنه هيعمل له مباراة اعتزال وأنه بيفتح له أبواب النادي أولاً للمعايشة الخارجية ثانية للعمل داخل النادي ثالثاً للعمل في القناة انقلب هذا الأمر تماماً وتم توجيه الشكر إلى حسام عشور شكراً جزيلاً حسام خلاص حسام في حالة صدمة يعني صدمة عنيفة جداً هو من جواب لك طب أنا عملت إيه يعني يعني لأن حسام مش من حرفة السوشيال يعني مش بتاعته مش لعبته قوي ومش بتاعة حوارات كتير يعني حسام حتى تلاقي حواراته على مدار تاريخه قليلة جداً 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 إيه بقى اللي هيحصل خلاص ما بقاش فيها تزال في النادي الأهلي وهو كان أعلن أننا موافق على عرض النادي الأهلي بلا تزال وبالتالي يبدأ حسام عشور أو بدأ حسام عشور بالفعل في تلقي طلبات الحصول على خدماته نعم أيوة خلاص هو الرجل مش هيبقى في النادي الأهلي وهو بيقولك أنا قدامي سنتين أو تلاتة ألعبهم وأنا مرتاح فبالتالي أنا أنا حر أنا فاضي يا جماعة أنا جاهز لتلقي العروض طيب هتيجي عروض آه هتيجي عروض العروض واو الفترة دي ممكن يكون منهم عرض واو هيراك بس يا ردايا من ما بين السطور كده معي عشان إيه نزبطها مع بعض أيوة الفترة دي بالتحديد ممكن يكون منها عرض واو طيب حسام لو قابل هذا العرض ما حتش يدري اتكلم معه بقى خلاص يعني ما حتش يدري اتب عليه لكن أنا رجل لعيبه ده أكل عيشه ده حياتي وده مستقبلي والدنيا تقفلت بالنسبة لي في النادي الأهلي في أي حتة في أي حتة في أي نادي في أي نادي بل لن أكون مبلغا إذا قلت إن حسام بدأ ينتظر هذا العرض في البعض بدأ بقى نطور كلام آه وآه وآه والقصة طبعا حضراتكم عارفين أنا بتكلم على إيه بس إيه هذه المرة تلميحا وليس تصريحا لأن أنا مش ماسك الموضوع أو في إيدي لكني بسمع في نحلة عمالة الزن كده فعمال أسمع الزن بتاعها وشوية الزن ووو بعدين يخف فوق كده بس الزن حيزيد شوية الفترة اللي جاي طيب هل حيجي له عروض نعم زي ما قلت لحضراتكم حتى أنا قلت قبل كده إنه ممكن ما تبقاش العروض قوية أو الحسام دلوقتي ممكن يكون منهم عرض واو ممكن يكون زملائه القدامى يبقى لهم دور في عرض آخر أو أحد الأندية اللي في مركز متوسط ممكن تعرض الحصول على خدمات حسام عشور ولا خلاف على الإطلاق على إمكانيات حسام عشور أو على مهاراته أو على عطاءه أو على روحه حاجات دي كلها ما نقدرش أبدا ننساها يعني مش نهاردة السكاكين شغالة نمسك سكينة وسطور لم حمسك سكسينة ولا حمسك سطور وحفضل أحترم تماما تاريخ حسام عشور مع النادي الآلي هحترم احترام ما بعده احترام وأحترم جدا قرار مجلس إدارة النادي الآلي هو الذي يدير وهو اللي عارف مصلحته فين وبالتالي انتظروا عروض لحسام عشور مش هيعلن دلوقتي على النادي اللي حينتقل له لكنه قد يعلن بعد فترة خاصة انه أصبح لعب فري لعب حر يعني أدوح سمع شو